انت اي رأيك في الأول السنة بس؟ انت اي رأيك في اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل ده من ناحية الشريعة ومن ناحية تعلم نفسه ده سحر الأستاذ بيستعين برأيه من الجن وده سحر في الشريعة الإسلامية لأن لا يمكن بأي حال من الأحوال في الشريعة الإسلامية هنا حفظ سبعتاشر ألف حديث إن واحد يعرف مصافة والحضب الغيب لا يعلم الغيب إلا الله كيف الأستاذ عالف دلوقتي عالف مصافة بتاعه؟ يستجعي الخادم من الجن معاه أو الشيطان للشيطان قارين الآخر فبيدلوا مصفاته فبيقولها بس يا دكتور بس يا دكتور انت طرقت موضوع كده خطير جدا لو تيجي تكلمني ان انا الغيب لا انا مش بقول الغيب اللي انت قلتو يا فندم دلوقتي لا دول اللي انت ساحر واضح البيان سبني من السحر سبني من السحر وسمني من الدجل احنا بنحارب في الحلقات اللي فاتت السحر والدجل الحمد لله حضرك انا راجل مسلم وانت مسلم انا دكتور انا قبل ما اكون بتاع علم نفس دكتور الشريعة اسلامية تمام نعمة البصيرة معناها ايه فيش حاجة يا فندم اسمها نعمة البصيرة انت بتقول لها لا يوجد في الشريعة البصيرة يعني ايه يا فندم ما فيش حاجة دي في حاجة قال رصير ايه يا البصيرة الكل ما هتقول لها هجيب لك عليها فيه سنن فيه سنن انا اتكلم مع حضرتك فيه سنن صحيحة وفيه سنن احنا بنتكلم فيها وفيه قصص ما تمتش أو ما حدش يتكلم عليها بس بقت موجودة في قصص ما تفعله أنت في الشريعة الإسلامية يسمى استخدام رئي من الجن كيف بيش حاجة مثلا اسمها الهام بيش يا فاتح من الكلام ده كله كذب كذب لا أنا مهاجمش هتحجب لك من دليل السنة زي ما قلنا في حكاية الرؤية مثلا في حكاية الرؤية مثلا انت بتقول آه ممكن الواحد يكون فيه صلة بينه وبين ربنا ويشوف حاجات فعلا الرؤية تنبؤية انت لاي انت تدي موصفات وانت على الهوى تنبؤية يعني ايه ده كده سحر تنبؤية يعني ايه سحر واضح البيان سؤال بس أنا بتكلم مع حضرتك خليتني بالشيطان خلي بالك أنا راجل ملتزم ديني لا اسمعني اسمع الحضرتك اسمعني بس خلينا اتكلم مع حضرتك بس لا اسمعني سيبني من دماغك هذك الوقت انت بتقول لي ده سحر وده شغل الشيطان ايوه اللي انت فعلته حاليا اسمعني طب اسمعني انت تعرف أنا مين من غير معرفة بصلي ولا ما بصلي لا لا اسمعني بس كيف عارفت المعنوات اللي انت اصبع ده لا يحدث الا عن طريق استدعاء رئي من الجن شيطان انت بتخدمه فبيقول لك مواصفات ايوه بيقول لك مواصفات يعني انت بتكفرني يعني انت كمان كفرتني يا استاذ يعني انت كمان كفرتني لا لا يا بش يا فاند بقول لأي حد لا 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 حد جاء الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ان الكهان يخبرون بشيء من الغيب فقال ان ذلك ان الشياطين يفعلون هكذا يسترقون السمع من السماء فيلقي احدهم الكلمة يعني سمع من الملك من السماء كلمة فيلقيها الى صاحبي قبل ان يلحقوا الشهاب الآية بتقوله فمن يستمع الان يجد له شهاب الرصدة طيب لما نجد تكلم على الشيخ الشعاب ولنقول خواطر ايمانية اسمه قرآن اسمه خواطر ما فيش حاجة اسمه خواطر ازاي نرد انت هتخرجني الموضوع لموضوع بس انا ردت على الاتنين اكمل بتاعك الشريعة الاسلامية عن عبد الله ابن سعود قال رسول الله يسال ما من مؤمن الا وبه لمتان لمة من الملك ولمة من الشيطان لمة الملك يزيدها العمل الصالح ولمة الشيطان عبد المعصية ولذلك لا يجوز ان تقول في القرآن خواطر ايمانية لانها تحتمل خمسين في المئة ست وخمسين في المئة كذب خلينا واحد واحدة مع بعض احنا وصلنا لا بوسك احنا وصلنا مبدأ كويس لمة ايمانية يعني ممكن يكون بسيط من نور عليك لا يا باش اللي انت عملت دي لما شيطانية دلوقتي في الحلقة انت بص اولا ده خرقتني من الدين يا فندم اني ما بشتمتلي انا بصف ما حدث لا امش واصف وصل للشيء بدليل من السنة والقرآن مش معنى اني بشتمت يا استاذ بعيدك انت خلينا تكلم انا مش الخصدي انا ببص يا دكتور احنا بنبين للمشاهدين شيء طيب اذا كان الجدال بيني وبينك على شيء فعشان نوصل معلومة جيدة للمشاهد بالزبط فانا مش فارق انا مش هزعل مني مش خرجنا من الموضوع الحالق مش خرجنا من الموضوع الحالق يا فندم ما حدث الان سحر واضح في الشريعة الاسلامية يا دكتور يا دكتور اتفضل يا باشا خلينا واحدة واحدة مع بعض كونك متشبس بموضوع انا صحيح جدا لاني النهاردة لقيت انسان صادق معايا يقدر يتكلم بفعلا بالشريعة الاسلامية والدين صدق بخلاف فترات طويلة بخلاف ناس كتير يا عمي انا عامل اربع موصعات في تبسير الاحلام اربع موصعات منها تبسير الاحلام بس يا دكتور بس يا دكتور خليني بس خلينا كلمك لالدين في تبسير الاحلام الشيطان بين السنواء القرآن اولي اللي عندك وانا ارد عليك خلينا ما انا لسه قولي يا باشا خلينا اكلمك وبعد كده نتكلم فانا النهاردة لما الاشخص طيب بيتكلم بالشكل ده فنقدر اتناقش معاه واتجادل معاه عشان نوصل للمعلومة ومعلومة تكون صدق حلد اتناقش له حلد اتناقش له حلد اتناقش له وانا حلد اتناقش له انا بالنسبة لوقتي بتقول لي انت انا بس مش بهاجمك ولا بكلم فيها انت خرجتني من الدين وقلتلي ان انت ده معاملة شيطانية وسحر وانت عارف السحر والدجل معنا ده كفر صح هل انت هل انت اسمعني انت تستعين بشيطان هل انت بس تأذينكو بس